صباح الخير لك للمشاهدين اللي نضموا لأنه مجدداً مع دكتور علا القنتار الاستاذة الجامعية اللي قابج معنا هلأ نحكي أكثر عن يوم المرأة العالمي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور انتار صباح الخير ستناي مرسي على الاستدافة وأنا كتير مبسوطة أن اليوم رجعت على بيت الوتي في بعد غيب 9 شهر بفرنسا شكراً كتير لحضورك دايماً وبدأ عيدك أكيد بالبداية شكراً كأم كسيدة كأمرأة بعتقد قطعت مثل كل السيدات بمجتمعاتنا كتير لحد ما كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهوى قديش برة بالغربة وين ما كان يعني تقريباً أكيد المرحة حصلة على حقوق أكتر من هون نظرة المجتمع على قلة غير عن هون هول التفاصيل اللي حكينا عنهم تحت الهوى ولكن خلينا نبلش بالمرأة بمجتمعاتنا شو المشاكل الأساسية اللي بتعتبر دكتور انطار لازم تنحل بأسرع وقت ممكن لحتى تكون طريق هيدا الأمرأة بلبنان عم تنوضع يعني بالمطرح الصحيح أول شي بدي بلش بدي عيد كل نساء لبنان وكل نساء العالم وأكيد بدي عيدك بيعمل مرأة العالم شكراً مع أنه بحس هذا العيد بعده ما بيعطينا حقوقنا نحن ما لازم يكون لنا يوم لازم يكون لنا كل السنة وكل العمر منها تفرقة ولا عنصرية ولا شي ولكن المرأة هي أساس المجتمع أكيد لا حالة ما فيها تعمل شي لواحدة بس هي العنصر الأول يعني الفعال بالمجتمع مثل ما منعرف يوم البرأة العالم يبلش بالـ 1856 لما خرجت النساء بالشوارع في نيويورك للمطالبة بحقوقهم وكانوا عم يتعرضوا للظلم ويستغلوا جسدياً ونفسياً ويشتغلوا بظلوب صعبة ورجعت الأمم المتحدة بالـ 1975 اعترفت بهذا اليوم يوم رسمي كعيد للمرأة أكيد اليوم بعيد المرأة ما بدنا نروح نكأب الوضع يعني ونقول أنه مش بس هيدا اليوم أكيد بدنا نعيد كل النساء بالعالم ولكن بيستغرب أنه باللبنان بالقرن الـ 21 بعدنا نحن عم نطالب بحقوقنا للأسف بعده مجتمعنا إلى حد ما مغلق بعد المرأة اللي بده توصل بده تعاني وبده تسمع وبده تتعرض لظروف عن جد صعبة يمكن ما بعاني من الرجل أكيد وخاصة بهذا الوضع في لبنان وخاصة مع الكوفيد يعني هلأ لبنان مش بس مش عم بيشجع المرأة يمكن الجنراتيون كلها اللي طالعا كشباب وصبايا ما عم بيشجعون نحن نقمع نفسيا لأنه الظروف عم تقمعنا حتى لو ما بدنا يعني إذا صار مشكل بأقاصي العالم نحن بدنا نتأثر فكيف نقول عن المرأة يلي هي إذا بدأت تطلع كل ما تطلع درجة بدأت تحصل بحساب ما يقال وما يسمح لها وما لا يسمح وبعدنا منحط لحدود علما أنه طاقات المرأة تتعدى طاقات الرجل مع كامل احترام للرجل ولكن نحن نسميها ملتي تاش يعني هي بتقدر تعمل كذا شغل سوا يعني بتقدر هي تكون الأم تنجب أطفال تربيون تكبرون تكون ربية منزل بنفس الوقت عم تبدأ بشغلة يعني حالمرأة اللبنانية معروف عنها ما أخذت ولا نيسيو إلا أبداعت فيها كان باللبنان أو بالعالم ولكنها عم بتكون عرضة فعلا للقمع وللمجتمع الضاغطي اللي عم يضغط عليها نفسيا ويمكن أوقات بيوقف من نجاحها بعضنا منقول لا هذه الشغلة ما فيها تعملها المرأة ما فيها تشتغل بعد الظهر بالليل ما فيها تخيب عن عائلتها بينما برا وقتها نحن نشوف مثلا حيالة وزيفة لما يحطوا بحطوا أم فام منلاقي المرأة بتقود القطار مثلا منلاقيها حتى بكل الأشغال اللوجستية موجودة بالإدارات تبدع ما إحنا مجتمعنا بعد ما عم بيوقفنا عم بحطنا الليميت حرام هيدا الليميت تنحط هيدا يعني من أبسط الحقوق اللي عم تحكي فيها اللي مش حصل عليها غير لقوانين غير وضع بالمحاكم الروحية يعني حرمنا الأطفال مية بالمية يعني عن جد أبسط حقوق منها عم تنعطالها ويعني مثل ما قلت ما بيعطي نهار واحد بيكفي نكون عم نعلي الصوت ونحكي بهيدا الموضوع وين برأيك لازم تكون أول خطوة للتغيير أول خطوة للتغيير نحوض على المرأة أفضل هي سقافتنا اللي نحنا عم تخلينا ما نتغير إذا بتطلع على سقافة الغرب ما بتنظر إنه مرأة ولا رجل يعني أنا طلعت سلي تقريبا تسعة أشهر تسعة أشهر تسعة اللي طلعت من لبنان وقت وصلت ما حدا بتطلع عليك مثلا أنه أنت غريبة أو أنت مرأة الإنسان إنسان يحترم كما هو وحتى عطيوني مجال أني أفتح مؤسسة التربوية حتى اقتصاديا يتم دعمك يعني لو معك يورو واحد أنت بتقدر يتعملي مشروعك وانت لقت على هيدا الأساس ونظرة العالم عادة يعني ما في نظرة هيدا مرأة وهيدا غريبة عادة مثلنا مثل كلنا مواطنين نعيش بالمجتمع مننجح وطني كان بقدم لي هيدا الأساس يعني بتمنى لو نحنا ندعم كنساء نحنا أكيد كل جنراتيون كشباب نحنا بحاجة لدعم ولكن نحنا بنحكي باللبنان عن تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا بس على الأرض ما في شي على الأرض ما في شي بدي يكون لدينا فرص للمرأة لحتى نسمح لحتى كافة الوظائف ما نحط عليها شروط لأنها ستبدأ وقصة الكوفيد كمان برهنت كثير أنه المرأة قداش قادر تنجح يعني بالكوفيد نحنا أغلبنا رحنا تلات رفاي كنا عم نشتغل أونلاين كان عنا أولادنا كمان عم نتعلموا أونلاين كنا عنا بيتنا أم مربية أطفال مدرس لأولادها مدرس لتلنيزة أو يمكن في ناس كتير أشغال مكان التعليم كمان إدارية كمان سعبة تلات رفاي وقدرت تقوم بكل هيدا التاش سوا الرجال يقدرون بلا ما عم قول الرجال بلا تقدير بس المجتمع ظالم بعض الرجال يقدرون والبعض الآخر لا يقدرون نعم على طول ولكن دايما منقشر بأصبعنا على امرأة لنقولها نحكي عليها بعرضها بشرفها بتصرفاتها بلبسها هذا المجتمع بعدنا نحن عم نرجع لورق يعني بالكرن الحادي والعشرين هيدا الأسس ممنوع تنقال مفروض نقول شو قدرات المرأة على أساسها نمشي نأمنها للأشياء لندعمها ونقدم فرص وكل حدا بيخد فرصته بالحياة بالآخر إذا كان رجل ولا مرأة كل حدا بيخد فرصته وأكيد بتقدر تبدع خاصة المرأة اللبنانية مع ترامل الجنة لا لا أكيد أنا كمان متعصبت لك للمرأة اللبنانية تحديدا مع كل الأمور اللي قطعت فيها عن جد خلقت من ضعف قوة خلقت من المصايب نجاحات كانت مثل ما قلت الأم المعلمة المربي الشاف كل شيء لعبة كل الأدوار اللي مفروض يكون كتير من الأشخاص عم بتسندوها فيها لحالة عادة عن مهنتها وإبداع مثل ما قلت بمهنتها كلمة أخيرة دكتور انتار بتحب تقولي لكل يالا قد يقول هلأ اليوم يمكن أنا وإنت عم نعيش هذا الضغط ونطرنا على سف البنزين الصباح ويمكن في قمح ويمكن في تحين ويمكن في مزوت ومع كل البنيوغيل عم نعيش وكل الظروف بعدنا منتبصم ونقول عنا أمل بعد المرأة اللبنانية عن جد مجاهدة من حتى نحن بالصف الأول بين الناس يلي دايما دايما مقاومين وماشيين لقدام ما بيستسلموا مع الحفاظ على البسمة اللي 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 تتميز فيها في لبنان وبره ويشهد لها أنه من وين تجيبوا البسمة أنتوا اللبنانيين بكتر أنتار بوجودك أكيد تخلق البسمة بوجود نساء مثلك عن جد منتأمل أنه بكرة سيكون أفضل ووضع النساء سيكون أفضل يارو يارو على وطننا أنا فالة وقلبي هون وشفتك بعضنا بين هون وهون علما أنه النجاحات الحمد لله مثل ما كانت في لبنان عم بتصير برا بس أكيد بنحب يكون كل شي للوطن إن شاء الله بتتوفق بكل الخطوات اللي بتقوم فيها بمؤسسة كمان إن كان هون ولا بالخارج مهم أنه تكون المرة اللبنانية وين ما كان عم ترفع قسم لبنان بالعالة أهلا وسهلا فيك وإلى مزيد من النجاحات وينعان على الكيرا شكرا لقليك فاصل ومنتابعة مع أقلية ومعي أكيد ببرنامج ومجدد لغاية الساعة 11 ونستبعونا